مساء الخير مشاهدين النشرة جوية من القناة الوطنية الأولى اليوم الجمعة 4 أوت 2023 سجلنا كمية أمتار خلال النهار اليوم بلغت 10 مليمترات في ولاية القيروين ومليمتر واحد في ولاية نيبل وتروحت درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال نهار اليوم بين 29 و34 درجة قرب السواحل وكانت بين 35 و40 درجة بمناطق الشمال والوسطة وبين 43 و47 درجة بالجنوب خصوصية التقص نشوفها من خلال تسلسل سوار القمر الاستناعية سحبة قليلة بأغلب الجهات تكثفة سحبة تدريجيا بمناطق الشمال ومحليا الوسطة مع ظهور خلية رعدية كانت مرفوقة بأمتار اليوم إن شاء الله سحبة كثيفة مع أمتار متفرقة وتكون مؤقتة رعدية بالشمال وبعض السحبة العابرة ببقية الجهات الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسطة ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية في الجنوب وقد تصل إلى 80 كم في الساعة غدوة أمتار منتظرة بمناطق الشمال بأقصى مناطق الشمال الغربي وبعض السحبة العابرة ببقية الجهات الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسطة ومن القطاع الشرقي بالجنوب ودرجات الحرارة في انخفاض على كامل البلاد قراءة لتوقعاتنا لدرجات الحرارة للمدنة التونسية تونس الكبرى في حدود 29 درجة 28 في كل من قليبيا ونيبل 29 في بنزارة وليت بيجا في حدود 28 درجة برقة كذلك 28 جندوبة 30 درجة الكيف 28 تيلة في حدود 27 درجة سليانا 29 زغوين 28 درجة والقيروين درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة في جهة الساحل سوسة 32 منستير 29 مهدية 32 33 في قرقنا واسفيقص ديبوزيت 35 القسرين 31 درجة قفصة درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة 37 في توزر قبل 36 درجة بنسبة لمدن الجنوب الشرقي قبس 33 درجة جربة 33 مدنين كذلك 33 درجة تطوين 32 ورمادة 33 درجة في الملاحة والسيد البحري هناك اعلام برياح قوية سهل حالي مدة 24 ساعة والمناطق المعنية خليج تونس وخليج جيبس في منطقة سيرات وخليج تونس الريحة شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 35 محليا 35 إلى 40 عقدة وتتجاوز الـ 45 والبحر شديد الهيجين في خليج الحمامات ومنطقة الشابة الريحة شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 35 وتتجاوز الـ 45 عقدة والبحر شديد الهيجين في خليج جيبس الريحة شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 30 تتقلص محليا من 15 إلى 25 والبحر شديد الهيجين قراءة لتوقعاتنا لدرجات الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نواكشوت 31 درجة 32 في الدار البيضة جزائر العاصمة 30 درجة ترابلوس 31 تقس مغيم جزئيا في الخرطوم في حدود 37 درجة تقس في في القهرة 39 درجة في البقاع المقدسة المدينة المنورة 43 مكالمكرمة 44 درجة مسقط 33 أبوظبي 41 في الدوحة 64 في كل من الكويت وبغداد القدس الشريف 32 بيروت 32 درجة كذلك دمشق 38 درجة وتقس صافي في اسطنبول ودرجات الحرارة تصل إلى 33 درجة بنسبة لي أوروبا روما 27 أمتار منتظرة في فيينا في حدود 29 درجة بريس كذلك 19 درجة مع أمتار منتظرة مرسيليا 29 مدريد درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة ولشبونة 36 درجة بنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الأحد الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسطة ومن القطاع الشرقي بالجنوب البحر شديد الاثتراب في الشمال ومضترب ببقية السواحلة بعض السحب العابرة بأغلب المناطق تتكثف السحب تدريجيا بمناطق الشمال وقد نسجل 32 درجة في أقصى الجنوب و34 درجة في جهة السحل يوم الأثنين الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب البحر مضترب في الشمال ومتموج على بقية السواحل تقصى عموما قليل السحب بأغلب المناطق درجات الحرارة في ارتفاع طفيفة وقد نسجل 30 درجة في جهة السحل و38 في أقصى الجنوب مواعيد الشروق والغروب الشروق إن شاء الله بشيكون في تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة والغروب في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة لمزيد المعلومات طرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرزد الجوي عن طريق موقع الويب www.metiu.in أو عن طريق الموزع الصوتي وكذلك صفحة الفيسبوك أو قطة الصليت لمدينة تونس ومجورها سليت الصبح في تمام الساعة الثالثة أو 48 دقيقة الظهر منتصف النهار و32 دقيقة العصر الساعة الرابعة و13 دقيقة والمغرب الساعة السابعة و25 دقيقة والعشاء في الساعة التاسعة ودقيقتين أشكر لكم تيب المتابعة إلى اللقاء